السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلك كلها جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى يشترك بالقناة قبل ما تتابع الفيديو تأكد أنك ذاقط على زر الاشتراك ونفعل زر الجرس ليصلك كل يوم فيديو جديد بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن بعض الأخطاء التي يقع فيها مستخدموا اللغة الإنجليزية وهي عدم قدرتهم على تحديد الفاعل في الجملة أو كتابة الفاعل بشكل خاطئ إذا كان الفاعل مفرد أو إذا كان الفاعل بحالة الجمع نأخذ العديد من الجمل ونشير إلى الأخطاء التي يقع فيها مستخدموا اللغة الإنجليزية يجب أن نعرف شيء دائما الفاعل بيكون إما ضمير أو بيكون اسم الاسم ممكن يكون اسم علم أو يكون اسم مثل مجرد أو اسم جمعي أو أسماء شاعة وهكذا يجب أن نعرف الجملة الإنجليزية تبدأ بـ Subject الفاعل يتبعها Verb الفعل وعدنا Compliment تتمت الجملة إذن حديثنا عن الفاعل كما قلنا يام يكون ضمير كما نعلم الضمائر أربع أنواع في اللغة الإنجليزية المجموعة الأولى بحالة الفاعل يعني تأتي في بداية الجملة عندنا I He She It We You They They إذن هذا الفاعل I He She It We You They مثلا عندنا أأكل تفاحة يحتار أين الفاعل في الجملة؟ يعرف أأكل فاعل تفاحة تكملة الجملة لكن أين الفاعل؟ الفاعل دائما أسأل نفسك من الذي يأكل؟ إذن أنا إذن نبدأ ب I I Eat An Apple أأكل تفاحة Every day كل يوم ممكن شخص يسأل طيب لأي وضعنا أن؟ باللغة الإنجليزية إذا كان عندنا مفرد أو أتكلم عن شيء للمرة الأولى يعني نكرة ماذا أقصد بنكرة؟ يعني هل هي التفاحة كبيرة صغيرة صفراء حمراء إذن نكرة لا أعرفها إذن نضع An كما نعلم خدم دروس سابقة اللي حيب يرجع عليها موجودة على القناة كيف أستخدم ال-A وال-An باللغة الإنجليزية أدوات التنكير طبعا ال-A و-An بمعنى One An أستخدمها قبل ال-Vowel letters الأحرف الصوتية A-I O-U E اللي حيب يتعلمهم عندنا O A I U E إذن عندنا كلمة أبل لاحظ بدايتها حرف A عندي إذن استخدم An لا أستخدم نقول I eat Apple إذن I eat an Apple يأكل تفاحة نسأل أنفسنا من الذي يأكل إذن هو إذن نبدأ به He لاحظ الفعل نضيف له S نسميها S المفرد الغائب هنضيفها بزمن present simple المضارع البسيط أيضا أحب يرجع موجودة قامة تشغيل اسمها Tentenses الأزمنة موجودة شرح مفصل لكل الأزمنة He eats an apple إذن يأكل تفاحة حديثا عن الفاعل تأكل تفاحة من الذي يأكل تفاحة هي هي إذن She She eats an apple She eats an apple تأكل تفاحة ممكن شخص يقول وضعنا S لكن مع I لم نضع دائما مع He وShe وat بزمن present simple إذن المضارع البسيط نضيف للفعل S أو S نسميها S المفرد الغاب كما قلنا تأكل يأكل تفاحة طبعا لغير العاقل إذن نستخدم it eat eats an apple إذن تأكل تفاحة مثلا عندنا cat القطة إذا كان عندنا dog مثلا الكلب أيضا eat يأكل it eats an apple إذن يأكل تفاحة كما قلنا لسه هذه نسميها S المفرد الغاب وليس S الجمع بالمضارع البسيط كما قلنا he she it في بداية الجملة أو اسم مفرد يعني كيف مثلا علي أحمد سوزان وهكذا عندنا الفعل نضيف له S نسميها third person singular S إذن S المفرد الغاب أو S الشخص الثالث من الذي يأكل هو إذن the dog الكلب من التي تأكل هي أيضا the cat إذن it نستخدمها لغير العاقل يعني غير الإنسان نأكل تفاحة إذن نسأل الفصنا دائما من الذي يأكل نحن إذن نستخدم we we eat an apple إذن نأكل سفاحة تأكل أو تأكلين تأكلان تأكلون تأكلنا إذن جميع هذه الأفعال نستخدم معها you لأن نعد you أنت أنت أنتما أنتم أنتن إذن لها خمس ترجمات نفسها you إذن تأكل تأكلين تأكلان تأكلون تأكلنا إذن نحفظها تأكل أنت تأكلين أنت تأكلان أنتما تأكلون أنتم وتأكلنا أنتن جميعا نستخدم معها you إذن إذا سمعت أي فاعل إذن نستخدم you you eat an apple تأكلوا تفاحة على حسب إذن على حسب الشخص الذي أتكلم عنه إذن خمس ترجمات لدينا يأكلون تفاحة كما نعلم they هم هما هن يأكلون تفاحة يأكلنا تفاحة يأكلان تفاحة بهذه الحالة جميعا نستخدم معها they they eat an apple إذن they نترجمها يأكلون تفاحة يأكلان هما تفاحة يأكلنا تفاحة إذن هن يأكلنا تفاحة أيضا they إذن الفاعل إما أن يكون ضمير كما قلنا أحد هذه الضمائر إذن يجب معرفة هذه الضمائر بشكل بصم أو يكون اسم القسم الثاني نتكلم كيف يكون اسم في الجملة أو ممكن يكون عندنا ضميرين أستخدم he and she ممكن أستخدم he and she إذن ممكن أستخدم ضمير واحد أو اثنين ضميرين أضع بينهم and أو الفاعل بيكون اسم اللحظ دائما بداية الجملة بيكون كما قلنا الاسم أو الضمير كما تحدث بالفقرة الأولى the leader is in the city القائد يكون في المدينة لنصع أن يقول the leader in the city إذن يجب نضع فعل the leader is in the city إذن القائد في المدينة نسمي the leader كما الناون اسم عام أحمد is in the city أحمد يكون في المدينة أو أحمد في المدينة دائما نقول إذا لم يكن هناك فعل واضح في الجملة مثلا eat drink go بهذه الحالة يكون الفعل M is R أحمد نسميه proper noun إذن اسم عالم the cat is in the city القطة تكون في المدينة his family is in the city عائلته في المدينة إذن نسميه collective now اسم جمعي his happiness is clear سعادته واضحة يعني سعادته وتكون واضحة أيضا الاسم هذا نسميه abstract noun اسم جمعي إذن هذا الفاعل دائما يجب أن نضعه في بداية الجملة عندنا نقول القائد في المدينة نعرف قائد leader القائد نضع the the leader في in the city لكن بدون is الجملة خاطئة يجب أن نضع فعل الكون is the books are on the table إذن الكتب على الطاولة يعني الكتب تكون على الطاولة إذن the books هي subject الفاعل are verb عندنا on the table على الطاولة compliment إذن تتمت الجملة nobody should smoke يجب اللاحد أن يدخن أو لاحد يجب أن يدخن إذن لاحظ nobody هي subject الفاعل إذن pronoun ضمير indefinite pronoun سميه ضمير غير محدد عندنا somebody nobody someone وهكذا should بمعنى يجب وعدنا verb should طبعا model verb إذن فعل ناقص this is the car هذه السيارة اللحظة بدأناها ب demonstrative word إذن كلمة إشارة أو أداة إشارة this is the car إذن بدأنا ب this محل الفاعل there is a book إذن يوجد كتاب أيضا بدأنا الجملة ب there is دائما نعلم there is يوجد ولدينا there are يوجد there is مع المفرد there are مع الجمع this is أيضا عدنا that that is these are those are بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا عن الفاعل في الجملة الإنجليزية يجب أن نعرف إما أن يكون الفاعل ضمير أو أن يكون اسم يجب معرفة الضمير وضعه دائما في بداية الجملة بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم أتمنى أن قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع